أسعد الله وقاتكم وعزائي المشاهدين أمطار خير ورحمة ستستمروا بإذن الله لنهاية اليوم كمياتها تفاوتت ما بين الخفيفة إلى المتوسطة 7 ملي في مدينة الكويت 12 في الجهرة وأيضا في العبدلي ومن 3 إلى 5 ملي على السواحل في الأحمدي طبعا تستمروا بإذن الله الأجواء الغائمة الغائمة جزئيا بوجه نعام والرياح ستكون معتدي لأن نشطة سرعتها من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة وأيضا هناك فرص لتراجع الرؤية الأفقية بفعل ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار الهواء الكوس اللي بإذن الله راح يتحول اتجاهها يوم الغد نتعرف على أجواءنا أكثر حاليا أجواءنا منطرة ورح تستمروا بيانا الأمطار بإذن الله حتى نهاية اليوم مع الهواء الكوس حاليا سرعته 30 كيلومتر في الساعة كحد أقصى تصو سرعته الليلة إلى 40 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا 17 درجة مئوية والإحساس أقل من ذلك الرطوبة النسبية 87% بفعل الهواء الكوس وأدى ذلك إلى تراجع الرؤية الأفقية حول الأربعة كيلومتر نتمنى منكم يديرون بالكم أخوانا قاعدين المركبات خارج المناطق السكنية أو خارج طبعا المدينة يديرون بالهم تراجع الرؤية الأفقية راح يكون وارد الليلة عبور السحب راح يستمر ويانا اليوم مباشر والعدة أيام لكن بكميات متفاوتة امتداد منخفض جوي هو اللي يأثر علينا بكميات هذه الأمطار وأيضا بالهواء الكوس المتوقع أن يتراجع هذا المنخفض مع عودة الرياح الشمالية الغربية مساء اليوم بذن الله الهواء الكوس راح يكون مستمر ويانا وسرعتها من 20 لـ 40 كيلومتر في الساعة فرص الأمطار أيضا راح تستمر ويانا درجات الحرارة راح تتراوح ما بين الـ 14 إلى 15 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي وغرب البلاد تتراوح ما بين 13 والـ 14 وجنوبا أيضا مثل هالي 15 درجة مئوية فرص الأمطار راح تستمر ويانا البحر ما نصحكم فيه من 3 إلى 6 قدم وبذن الله حتى منتصف نهار يوم الغد الرياح راح تكون من 20 لـ 40 كيلومتر في الساعة لكن الهواء الجنوب الشرقي راح يقلب تدريجيا إلى الشمال الغربي ورح تتراجع فرص الأمطار تدريجيا يوم الغد ودرجات الحرارة بوجه نعم تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية ومعتدلة بذن الله بحيث درجات الحرارة والرياح راح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة خلال النهار لكن بعد ذلك تتراجع تدريجيا مساء يوم الغد ورح تتراوح ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة وتكون شمالية غربية البحر ما ننصحكم فيه حتى منتصف نهار يوم الغد المد الأول الساعة 58 و 52 دقيقة صباحا المد الثاني الساعة 6 و 14 دقيقة مساءا والجزر الأول الساعة 12 و 55 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 12 و 37 دقيقة ضر والفترة هذه من فترات الفساد لكن البحر راح يكون حتى منتصف نهار يوم الغد من 3 إلى 6 قدم بعد ذلك راح تتراجع لأمواجب نعجل سلامتكم لأجل أي نشاط بحري يوم الغد بذن الله المواقيت راح تكون ساعة 54 الفير والشروق راح يكون ساعة 16 و 18 دقيقة والمغرب الساعة 45 و 44 دقيقة أما التقص المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة باتشر الرياح راح تكون شمالية غربية بعد الكوسيا قلبيل الشمالي غربي راح يكون معتدي للنشط من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة حتى منتصف نهار يوم الغد بعد ذلك راح تتراجع سرعة الرياح وتكون من 8 إلى 28 والرياح الشمالي الغربية راح ترجع لإحساس بالبرودة راح يكون موجود في الفترات منتأخرة من الليل والفجر 24 عظمى والصغرة 11 درجة مئوية عبور السحب راح يستمر ويانا لكن فرص الأمطار راح تتراجع الهوى الكوس يرجع مرة ثانية في يوم الثنين ورح يشد ورح يكون من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة والبحر راح يكون من 3 إلى 6 قدم نتمنى منكم أيضا تأجيل أي نشاط بحري في يوم الثنين 24 عظمى والصغرة 13 درجة مئوية الكوس يستمر مع السحب وأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بعض الشيء في يوم الثلاثة ومن 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة سرعة الهوى الكوس في يوم الثنين 25 عظمى والصغرة 13 درجة مئوية أجواء معتدلة مع عودة الرياح الشمالية إلى الشمالية الشرقية بين الحين والآخر سرعتها راح تكون من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة عبور السحب أيضا مستمر 23 عظمى والصغرة 14 درجة مئوية أخيرا راح ترجع يوم الخميس الرياح الشمال الغربية أجواء مستقرة ومعتدلة من حيث درجات الحرارة 24 عظمى والصغرة 14 درجة مئوية ومن 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة سرعتها الرياح الشمالية الغربية فرص الأمطار موجودة ويانا تستمر حتى نهاية اليوم وقد تكون رعدية بين الحين والآخر وفرص لتراجع الرؤية الأفقية بفعل ارتفاع نسب الرطوبة مرتدين طرق السريعة خارج المدينة نشأة الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم